انا اول ملائي ولادنا مهتمين للدرجات دي بحضارتنا وبثقافتنا وبتاريخنا ابقى طاير في السماء يا جماعة احنا بلد عملت الاساس الحقيقي لا اساس الاساس والبناء الحقيقي للحضارة في العالم احنا اقدم حضارة في العالم مش من اهم الحضارات او احنا الاقدم احنا مش من اهم الحضارات احنا الاهم احنا مش من اعظم الحضارات هو احنا الاعظم وفي النهاية ما هواش مجرد كلام واحد قد يتهم بالشيفونية يعني ولا التحيز لمصريته اطلاقا الكتاب هو اللي بيقول كده الواقع بيقول كده العلم بيقول كده وده بياخدني على حاجة كنت حتى بقولك عليها مبارح اصداد عدل امام ربنا هديله الصح اصداد عدل امام ده واحد من اهم الفنانين في تاريخنا بالمناسبة اصداد عدل امام ما هواش بس ممثل كوميدي خف الدم ومزهلة شوف ما حفظ الالقاب طبعا وارجو ان هو يسمحلي بذلك هو عدل امام مفيش فيلم واحد حتى ولو صنف فيلما كوميديا ما كانش عنده مشاهد مش مشهد مشاهد ممتلئة بالانسانية وجمال وروعة الاداء يعني تعالى هو الهلفوت فيلم كوميدي ماشي هاتفق معاك لحد اخر الخط بس شوف شخصية عرفة في الهلفوت هل هي مجرد كوميديا ولا هل هي بيتكلم على واقع ناس عيشة حياة ناس حياة بشر دي حياته خد بالك كل الافهات اللي عملها وكل المشاهد الحلوة بتاعة عدل امام دي كلها كوم وتعالى على مشاهده هو قاعد مع الفنانة نجمة الهام شهين وهو قاعد عمال بيحكي لها على حياته بدأت ازاي في البلد دي في البلد الريفية اللي هو عاد فيها وهو حوش قدقي وتعب قدقي وحياته ماشي ازاي وليه هو خد قرار يقبل الفلوس اللي جات له بالغلط باعتباره قتل مأجور فتقوله يعني انت هتقتل يا عرفة لا بس بيتها واردة نقتل مين انا هاخد الفلوس ونختفى انا وانت بس بص على مش بقى الحوار بس اداء عدل امام يعني وهي سرحانة في ماضي اخد بالك ده على سبيل المثال الحصر رمضان فوق البركان عن طرشالس طب بلاش هو فيلم الحريف فيه اي كوميديا يعني سيبك من انه يبقى فيها مشهدين تلاتة خفة عدل امام الطبيعية بتاعته بعفويته دي حاجة لكن شوف فيلم الحريف رائعة محمد خان وشوف عدل امام بيمثل ازاي طب شوف عدل امام في الانس والجن عدل امام قدم ما لم يقدمه ممثل فيه تاريخ السينما المصرية والعربية خد بالك وايضا حتى من ضمن صناعة السينما او الفنون المرئية على مستوى العالم عدل امام في مركز كبير الرجل ده قدم تاريخ في المصرح وفي السينما وفي الدراما ما لم يقدمه فنان عربي ده مبدئيا عربي مش بس مصر وواحد من القلائل على مستوى العالم اللي بالحجم ده ده بيخليني اروح فين بقى انا نفسي نفسي وانا مستعد ان انا اشتغل على ده بايدي باعتباري راجل اشتغلت بصناعة الوثائقيات لفترة ليست بالقليل على الاطلاق واظن عملت وثائقيات محترمة ومتميزة ومهنية جدا نفسي نعمل حاجة كده نسميها سلسلة اعلام مصرية وعاوز نشتغل على نبدأ اولا شوفينا بقى اولا بالاحياء من اعلامنا وممكن نشتغل على الاحياء من اعلامنا كمان في الفن يعني استاذ عادل امام دكتور يحيا الفخراني استاذ حسين فاهمي انا بحبه قوي على فكرة جدا حب حسين فاهمي حب غير طبيعي بكلمك بجد يعني حبه قوي يعني المهم وابحكي لكم اللي بعدين بس تخيل بقى احنا نعمل هنا اعلام مصرية دي سلسلة ونبدأ بالاحياء اولا انا زمان شفت فيلم وثائقي على الفنان العالمي التشكيلي الكبير العظيم الاسباني سلفادور دالي وكانوا عاملين الوثائقي على سلفادور دالي ده وهو حي يعني صوروه وهو حي يرزق انا زيك واتفرجت على الفيلم بتاع سلفادور دالي بالكامل ولو عاوز تسأل اتفرجت عليه فين زمان وكنت صغير جدا يعني كان عندي 10 ا 11 سنة اتفرجت عليه هنا في التلفزيون المصري كنت قاعد بتفرج عليه على القناة الاولى هنا نفس القناة اللي انا بشتغل فيه هنا عشان تفهم حجم اه عظيمة بقول انت متأكد ايوه ما يا عظيمة هو واحدة كان عندنا حاجة غير الاولى والتانية اصلا اه والله اتفرجت هنا على القناة الاولى على فيلم وسائق عن سلفادور دالي ده بيعكسلك اولا اهمية وحجم وعراقة هذا المبنى ودوره في صناعة الوجدان خد بالك ودوره في صناعة تراكم ثقافي عند واحد زي حالتي طفل صغير كان عنده 10 11 11 12 سنة زي ما انا اتفرجت على هملة محمد صرحي في التلفزيون المصري اتفرجت على هملة على شفة التلفزيون مخبالك انت فاهم المعنى فين حلو مخبالك